السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع حلقاتنا وجميع مواد تخصص على منتدى التعليم الفني الموقع وزارة التربية والتعليم بنخش على التخصص الخاص بنا وبنبحث على المادة وبيطلعينا الصف الاول والتاني والتالد بنختار المادة اللي احنا عايزينها وطبعا بنقدر نتفرج على الحلقة مرة واثنين وثلاثة وان شاء الله نشاء الله المهرضة المبرد المقصر للتركيب النازجية لصف السنة المبرد المقصر هو احد المبارد اللي احنا خدناها طبعا في الصف الاول والمبرد هو مبرد خط مبردي عرفنا طبعا في منسجات الصف الأول إزاي بيتم رسم المبرد إن شاء الله بناخد النهاردة المبرد المقصر وتأثيره على التركيب النسجية وإزاي إن أنا أظهر المبرد بتاعي بشكل سليم من خلال إن أنا أعرف التركيب النسجي اللي هيشتغل مبرد كام على كام ونعرف كمان وحدات التكسير ونقدر نحسبها بسهولة هنبشي بخطوات بسيطة وسهلة هنحاول نقرر أكتر من مرة بس مطلوب من حضراتكم التركيز راية السؤال جيدا هنقول للسؤال بكتر من صيغة مطلوب التركيز وإحنا بنحل موضوع حلقتنا النهاردة المبرد المقصر المبرد دوة يعتبر أحد المبارد اللي بتدي تركيب نسجي لمظهرية خاصة باستخدام المبرد العادي هنشوف مع بعض كده أول تمرين إن شاء الله مع بعض بنقول إرسم المبرد المقصر 2 على 2 زي ما وجود قدامكم على الشاشة مبرد مقصر 2 على 2 واحد تكسير 2 فتلة اتجاه المبرد مع عمل اللقي ورباط الدوس لو بصرنا على المبرد 2 على 2 دايما المبرد المقصر بسطه بيسوي مقامه غالبا القاعدة العامة بتاعته وهنعرف خلال ده إن شاء الله بالرسم وهنعرف المقصر كمان من اللحمة والمقصر في الاتجاه وعكس الاتجاه من خلال إن شاء الله حلقتنا المبرد المقصر 2 على 2 مجموعة بسط ومقامة 4 واحد تكسير 2 ممكن يقول لي مطلوب رسم مبرد مقصر واحدة تكسير 2 يبقى أنا عارف إن هو مبرد 2 على 2 يبقى دائما واحدة تكسير بتساوي نص عدد فتل المبرد أو نص عدد لحمات المبرد طيب المساحة بتاعتي أبناء الطلبة والطالبات أحددها إزاي بجمع البصة والمقام اللي هو 2 و 2 4 زي ما وجود قدام حضراتكم وبضرب في واحدة التكسير اللي هي الاتنين يبقى الاتنين فاربعة بتمانية هل التكسير بتاعي من الفتل ولا تكسير من اللحمة؟ التكسير بتاعي بيحدده فتل يبقى أنا بزود عادي الفتل يبقى مساحة التصميم بتاعتي 2 و 2 مجموحهم 4 و 1 تكسير 2 يبقى 2 فاربعة بتمانية وهنشوفها دلوقتي ونرسمها مع بعض مبرد 2 على 2 والقاعدة العامة للشغل بتاع المبرد بتاعي لو بصينا مع بعض كده مبرد 2 على 2 أنا محتاج تصميم بتاعي يبقى 4 فاربعة أحدد على ورق المربعات بتاعتي 4 فاربعة أحدد على ورق المربعات عندي 4 فاربعة أحددت 4 فاربعة أرسم عليها التركيب النسج اللي هو مبرد 2 على 2 2 على 2 يبقى 2 فاضي و 2 مليان 2 مليان و 2 فاضي بنطلع درجة أو بنطلع مربع واحد هذه الفتلة رقم 2 الفتلة رقم 3 الفتلة رقم 4 يبقى أنا بالتالي محتاج عندي هنا يبقى فتلة 2 3 4 فتل 4 فتل دول هم عدد فتل مبرد 2 على 2 طيب أنا مجموعة بصي مقامي أبناء الطلبة والطالبات هو 2 على 2 مجموعة ده أربعة أضرف في الاتنين اللي هي واحدة تكسير تديني تمانية يبقى أنا محتاج أحدد تمام فتل في ارتفاع الأربعة لأحمد بتوعي التمن فتل بتوعي عشان أحددهم أقول أنا عندي من هنا كده قادي واحد اتنين تلاتة أربعة ومحتاج تمانية حددت كده مساحتي اللي هي مساحة تمانية فأربعة لحمات محتاج مهم جدا القاعدة الأساسية بتاعت للعمل إن أنا أقسم واحدة تكسير كل خطين أو كل مربعين بياخد خط رأسي كل مربعين ياخد خط رأسي ده بيسهل كتير جدا جدا في الرسم وبيبسط الرسم بالنسبة لي جدا لو أنا بسيت على العادة المربعات الموجودة قدامك ها وحدات تكسير واحد اتنين تلات اربعة يبقى هما أربع موحدات موجودين متقسمة للاتنين اللي اتنين في الاربعة بتمانية اللي احنا قلنا عليه طيب المبرد بتاعي بيقول المقصر اتجاه المبرد المبرد اتجاه المبرد اتجاه المبرد يعني إيه لتكسير اتجاه المبرد يعني المفروض لما همشي بالفتلة رقم واحد اللي تليها تماما كأنا ماشي بانتظام يبقى رقم اتنين اخد الفتلة رقم واحد من المبرد الاساسي بتاعي تانية تحت واحدة فوق اتنين. اول ما الاقي الخط بتاعي ابناء الطلبة وطلبات موجود قدامي الخط اللي هو واحد تكسير اللي هو اللي اتنين المفروض باملة الفاضي عكسه مليان. باملة تاني كده الفاضي عكسه مليان. يعني ايه الفاضي عكسه مليان? يعني اصاد المربع ده هنملة واصاد المربع الفاضي الاخراني ده هنملة. لو احنا بصينا على العلامتين اللي انا حطيتهم دول. ابص على المبرد الاصل بتاعي. هلاقي اني دي الفتلة رقم اربعة. الفتلة رقم اربعة. طب الفتلة رقم اربعة. اخر المبرد بتاعي اربع فتل. فبالتالي اللي لما يبتدي المبرد يتقرر بتاعي هتيجي بعد الفتلة الرابعة الفتلة الاولى. هعمل الفتلة الاولى بعد الفتلة الرابعة. والارقام اللي انا بحطها دلوقتي ديت بتسهل لي جدا ان انا اعرف الرقم الفتلة بتاعي. وفي نفس الوقت لما اجي اعمل لا يديني حركة سليمة وسهلة وقدرق ليه بشكل سريع يبقى انا عملت الفتلة الاولى تليع الفتلة التانية لقيت خط اللي هو واحد التكسير املل فاضي عكسه مليان ادتني الفتلة رقم اربعة بعد الاربعة المبرد اتقرر كمان مرة يبقى بعد الاربعة تيجي الفتلة رقم واحد مجرد تيجي الفتلة رقم واحد بعندي خط اللي هو بتاع واحد التكسير الخط بتاع واحد التكسير ده ده ما هو بجي خط عندي يبقى باملل فاضي عكسه مليان طبعا انا برسم كله بلون واحد لان المبرد كله بلون واحد بس بعمل علامات مختلفة عشان اسهل لابناء الطلبة ان انا بدأت بعد واحد التكسير تماما حطت العلامات بتاعت لكن كله بيتظلل بلون واحد وعشان كده انا شغال بلون واحد لو انا بصيت على الفتلة اللي انا مليت رفاضي مليان بصيت عليها على المبرد الاصلي هلاقيها الفتلة رقم 3 الفتلة رقم 3 تحت 2 فوق 2 تحت 2 فوق 2 طب الفتلة رقم 3 تليها في الترتيب مدام ما انا ماشي في الاتجاه المبرد هتديني الفتلة رقم كام 4 طب الفتلة رقم 4 بتقولي في المبرد الاساسي فوق الاولى وتحت 2 وفوق الرابعة فوق الاولى تحت 2 فوق الرابعة لقيت قدامي خط يعني اكني فيه جرس بيقولي خلي بالك ان انا عندي واحد تكسير هتبدأ من الجزء الاتي هملة الفاضي عكسه مليان المالية الفاضي عكسه مليان تحت 1 فوق 2 لما اجا بص على المبرد الاصلي هلاقيها الفتلة رقم 2 الفتلة رقم 2 بالتالي اللي تاليها كتبت رقم 2 اللي تاليها الفتلة رقم 3 قادي الفتلة رقم 3 نهاية التمانية بتقولي خلصه اللي هم 8 فتلة لانا حد التون بناء على واحد تكسير المطلوب عندي فبالتالي عاوز اعرف ان انا صح وقيم نفسي لما اجي ابدأ من الجزء ده هلاقي الفاضي ده هيبدأ عندي بالفتلة الاولى يبقى ده بداية تكرار جديد للمبرد المقصر بتاعي فبالتالي يبقى ابناء الطلبة والطالبات نركز في ان احنا نقول الترتيب خدنا الاولى من المبرد الاساسي تاليها الفتلة التانية لقيت خط جرز اداني جرز اداني انذار نبهني بيقولي املة الفاضي عكسه مليان يبقى انا مجرد ان انا بعمل خط التكسير ده بيسهلي ويبسط لي الحركة ان انا اخد ترتيب الفتلة خدت الفتلة رقم اربعة تالي الفتلة رقم اربعة الفتلة رقم واحد بالترتيب لان انا ماشي في الاتجاه واحد اثنين تلاتة اربعة تخلص الاربعة يبقى واحد اثنين تلاتة اربعة وكذلك عشان لما نقول عكس الاتجاه تبقى الدنيا واضحة معنا ملينا الفاضي عكسه مليان اداني رقم اربعة خدنا الفتلة الاولى بعد رقم اربعة لقيت خط يبقى فيه جرز مليت الفاضي مليان اداني رقم تلاتة بعد رقم ثلاثة رقم اربعة لقيت خط مليئة الفاضي مليئة يديتني رقم اثنين بعد الاثنين ثلاثة لما اجاب بص في النهاية هنا هلاقي الدا فاضي اللي هو يديني الفتلة الاولى لتقرار جديد يبقى انا نهيت نهاية صحيحة يبقى انا ممكن اقيم نفسي قطالب واقول ان انا صح ولا غلط اذا نها معايا النهاية المزبوطة بتاعتي هيديني الترتيب مزبوط طب لو انا بصيت على حاجة تانية اعزائي وابنائي الطلبة وطالبات لو انا بصيت على الوحدات بعد واحدة تكسير هلاقي الدتن الرابعة وبعد كده التالتة وبعد كده التانية وبعد كده هتيجي هنا الاولى كتقرار جديد يبقى دايما التكسير في الاتجاه بيديني وحدة التكسير اول بداية وحدة التكسير ارقام مشي عكس المبرد يعني اربعة تلاتة اتنين هيديني بالتالي واحد محتاج ان انا اعمل اللاقي بتاعي المبرد الاساسي اللي هو مبرد اتنين على اتنين كان محتاج اربع درقات لان فيه اربع اختلافات لما اجي بص على الاربع اختلافات انا محتاج عندي اربع درقات الاربع درقات لما اجي حددهم على حدود المبرد ادي الاربعة الدرق رقم واحد الدرق رقم اتنين الدرق رقم تلاتة الدرق رقم اربعة هنيجي نبص على الارقام الفتلة الاولى هتليه على الدرقة الاولى الفتلة التانية على الدرقة التانية الفتلة التالتة جاية الاختلاف الرابع اللي هي الدرقة الرابعة من المبرد الاساسي طب واللي بعديها الاولى وتليها التالتة ده اختلاف رابع اختلاف تاني على الدرقة التانية اختلاف تالت يبقى انا لو بصيت على الدرقات بتاعتي جبت الدرقات الاصلية والاساسية من المبرد اتنين على اتنين لان هو بيلقى على اربع درقات فبالتالي انا عندي اربع درقات عشان اعمل روباط الدوس يبقى رباط الدوس هياخد من الأربعة درائيات الدواسة الأولى والتانية والتالتة والربعة الدرقة الأولى بتقول فوق اتنين تحت اتنين الدرقة التانية بسيب واحدة اللي هو المبرض الأصلي التالتة الدرقة الرابعة بياخد الفتلة الأخيرة أم للمربع الأول ولمربع الأخير ولذلك يبقى أنا عندي هنا عملت كده رباط الدوس بناء على عدد الاختلافات اللي أنا حددتها على التصميم بتاعي أو المبرض اتنين على اتنين يبقى أنا أول تمرين أعزائي الطلبة والطالبات تناولنا في مبرض مقصر اتنين على اتنين وحدة التكسير اتنين فتلة في اتجاه المبرض ممكن تكون في صيغة مختلفة السؤال نعم ممكن يقول لي مطلوب رسم مبرض مقصر ناتج من مبرض وحدة تكسيره اتنين فتلة فبالتالي أنا أعرف ان المبرض بتاعي هو مبرض اتنين على اتنين طيب لو تناولنا المثال اللي بعده وشفنا المبرض بتاعنا هنلاقي ارسم مبرض مقصر الناتج من استخدام مبرض تلاتة على تلاتة المبرض المقصر بتاعي اللي هو تلاتة على تلاتة وحدة تكسير تلاتة فتلة في اتجاه المبرض وحدة تكسير تلاتة فتلة في اتجاه المبرض اتفقنا تاني مع بعض ان المبرض المقصر بتاعي هو مجموع البسط والمقام هنقول تلاتة وتلاتة مجموحهم ستة وحدة التكسير عندي تلات فتل قدم عندي وحدة تكسير تلات فتل يبقى انا محتاج اقول تلاتة في ستة بيه تمنتاشر فبالتالي انا محتاج اقصر المبرد بتاعي على تمنتاشر فتلة وست لحمات طيب المبرد بتاعي هل هو في اتجاه ولا عكس الاتجاه المبرد بتاعي في اتجاه المبرد يبقى واحد تليها 2 تليها 3 تليها 4 تليها 5 تليها 6 العدد الأكبر هو عدد 6 فتل فبالتالي آخر عدد عندي هو 6 وعشان المساحات ما نعملش مساحات كبيرة نشغل مبرد 2 ومبرد 3 وممكن نشغل مبرد 4 ومبرد 5 دايما بسط بيسوي المقام وممكن قد يكون مبرد مركب 2 على 1 أو 1 على 2 أو 3 على 2 أو 2 على 3 يعني وحدة البسط بتساوي وحدة المقام في عدد الأرقام والوحدات عشان كده يديني مبرد مقصر سليم لو أنا قال لي مبرد مقصر 3 على 3 وحدة تكسير 3 فتلة فبالتالي أنا محتاج أحدد عدد الفتلة مجموعة بسط ومقامي 6 وحدة تكسير 3 يبقى محتاج 3 في 6 بـ 18 طب التكسير بتاعي عزاء الطلبة والطالبات إحنا متفقين تاني كلمة الاتجاه وكلمة عكس الاتجاه لأن الاتجاه بيديني تأثير مختلف بيمشي المبرد إلى أعلى ودايما المبرد ماشي بوحدة غير منتظمة يعني التكسير كل 3 فتلة طب لما يمشي 3 عكس الاتجاه هنتناوله إن شاء الله دل بشرح دلوقتي ونرسم التمرين الموجود أمام حضراتكم مبرد مقصر 3 على 3 يبقى مجموعنا 6 يبقى أنا محتاج 18 فتلة 3 في 6 طب 18 فتلة ومحتاج 6 لحمات طب المبرد بتاعي الأصل عشان أرسمه محتاج أرسم 6 في 6 لأنه مبرد 3 على 3 لما أجي أرسم مبرد مقصر 6 على 6 يبقى أنا محتاج هنا كده 6 فتل أدي 6 فتل 2 4 أدي 6 لحمات 1 2 3 4 5 6 الست لحمات بتوعي بالست فتل المساحة بتاعتها هنرسم مبرد فيها 3 على 3 اتفقنا 3 على 3 هو مجموع البسط والمقام الفتلة الأولى 1 2 3 فوق 3 حتى 3 بنرتفع مربع 1 بس يبقى الفتلة رقم 2 1 2 3 نطلع مربع يبقى 3 على 3 نطلع مربع يبقى 3 على 3 هنا مربعين والمربع الزايد عندي ينخفض إلى أسفل أو ييجي من الأسفل هنا مربع مالة 1 يبقى عني على 20 تحت مهم جدا أنه سهل على نفس أبناء الطلبة والطلبات إن أنا أعد فتل المبرد عشان يديني أرقام سهلة وسريعة وأرسمه بسهولة احترتيب الفتل وعددها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة آدي الست فتل بتوع المبرد طب أنا محتاج كم فتلة اتفقنا ثلاثة وثلاثة ستة تلاتة في ستة بكام بطمنتاشر يبقى أنا محتاج طمنتاشر فتلة وست لحمات أنا عندي هنا كده آدي الست لحمات حددنا ستة خمسة وخمسة عشرة عشرة خمستاشر ستاشر سبعتاشر أدي التمنتاشر حددنا كام تمام مظبوط تمنتاشر في ارتفاع كام أنا سامعه أيوا ست لحمات تمام مظبوط طيب محتاج عشان أشتغل وتبقى عندي إشارة دايما إن أنا شغل سليم إن أنا أقوم بتحديد تلات مربعات اللي هم وحدات التكسير يعني كل تلات مربعات هقول واحد اتنين ثلاثة وأخد خط واحد اتنين ثلاثة وأخد خط الخط ده اللي بيدلني دايما على إن أنا ماشي صح وماشي بموحدة تكسير سليمة وصحيحة تلاتة بيبقى أنا كده السم عاوز أعرف أتأكد إن أنا كمان صح من قبل ما الشغل خالص أعدهم ألاقي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى أنا عندي ست وحدات تكسير موجودين للمبرد اللي هو ثلاثة على ثلاثة يبقى واحد تكسير عندي أنا محتاج ست وحدات طيب الست وحدات بتوعي نبدأ في المبرد نغير كده اللون عشان تبين الخطوة بشكل مختلف هنقول الفتلة الأولى بتقول فوق كام تلاتة قد الفتلة الأولى واحد اتنين تلاتة تمام كده يبقى دي الفتلة رقم كام واتفقنا إن إحنا نكتب رقمها عشان ده بيسهل في عملية اللقش قد الفتلة رقم واحد طب الفتلة التانية هنسيب واحدة ونملة واحد اتنين تلاتة قد الفتلة رقم اتنين الفتلة رقم تلاتة هنسيب اتنين وناخد واحد اتنين ثلاثة ودول لو أنا بصيت على المبرد الأصلي دول أول ثلاث فتل أدل فتلة الأولى أدل فتلة الثانية وقادل فتلة الثالث يبقى دول الثلاث فتل طب موجود عندي خط يبقى أنا بادئ بوحد التكسير أنا بادئ بوحد التكسير يبقى هنعمل إيه تمام هنعمل للفضي عكسه مليان طب الفضي عكسه مليان يبقى هامل أول مربعين أهم واملى فين تاني تمام صح كده اخر مربع طيب هيديني الفتلة رقم كام ادام المبرد الماشي في الاتجاه دائما تديني الفتلة الاخيرة بقعدة اسية وعم الفتلة رقم 6 طيب الستة دي اخر فتلة في المبرد المبرد لما يقرر قمان مرة هتالي الستة فتلة رقم كام واحد طيب الفتلة رقم واحد فيها كم علامة واحد اتنين تلاتة ادي الفتلة رقم واحد بعد الفتلة رقم واحد ارسم الفتلة رقم اتنين تمام اتنين اهي اتنين بتقول ايه عندي اسيب واحدة واملى ثلاثة اسيب واحدة واملى ثلاثة نرجع تاني ونقول نفس القعدة والخط بيسهل لنا وضح لنا الامور لان انا ممكن لو ما عملش الخطوط دي اسرح بفتلة مش هعرف اكمل بقية التكسير بتاع واحد المبرد بتاعتي يبقى انا اديتني الفتلة رقم اتنين انا اديتني ستة الفاضي عكسه مليان بعد الستة واحد لان التقرار ينتهي عند ستة بدأت بواحد وبعدين بعد الستة واحد وبعد كده اتنين اداني خط اللي هو واحد التكسير فبالتالي هيبقى الفاضي عكسه مليان هملة الفتلة الاولى والاثنين الاخار لو انا بصيت عليهم هنا في الترتيب بتاعي هلقوم الفتلة تمام رقم كام تمام مزبوط رقم خمسة احنا اتفقنا دماش في الاتجاه هتدي الفتلة رقم كام ستة يبقى اللي بعديها هتمشي رقم هتبقى رقم خمسة دي حاجة بتسهل برضك بتدلني وبتخطوة بتقولي وبتأكد لي هل انا صح ولا غلط طيب لما عملت الفتلة رقم خمسة الخمسة بعدها في العدد ستة يبقى الستة دي باملة اول اتنين وباملة اخر مربع الستة خلصه حطيت الرقم بتاعي عنده الستة فتلة خلصت خلاص تمام طيب هابدأ التقرار الجديدة هابدأ فتلة رقم كام واحد ما انا ماشي ستة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اتنين وهكذا لغاية ما الاتقرارات كلها بتيجي من بعضها يديني شكل النهائي للمنسوب طيب لما عملت الفتلة رقم ستة بعد الستة هتيجي الفتلة رقم كام واحد واحد دي بتقول مربع اتنين تلاتة وانا كده جبتها من المبرد الاصلي اللي هو موجود امامي اول ثلاث مربعات بخدهم اده اول ثلاث مربعات بفتلة رقم واحد وعرفنا ان احنا لما بنحط الارقام بنوضحها في الله انه بيديني شكل سهل وبسيط وفي نفس الوقت بيريحني جدا في ان انا ال اي اللي بتاعي بشكل منتظم طيب واحد تكسير عندي فيه خط يبقى الفاضي عكسه مليان لما يمنى الفاضي عكسه مليان ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة التلاتة دول الفتلة رقم ابص عليها هنا كده اخر تلاتة واحد اتنين تلاتة يبقى دي الفتلة رقم كام اربعة الفتلة رقم اربعة لو انا بصيت تاني على التكسير الوحدة الاولى الوحدة التانية كانت ستة اللي بعدها خمسة اللي بعدها تيجي اربعة لو انا بصيتها تيجي تلاتة تيجي اتنين في نهاية التصميم هيجي بتكرار رقم واحد يبقى انا كده ماشي مصبوط يبقى دي حاجات بتعرفني ان انا صح ولا غلط ادي الرابعة بعد الرابعة الخمسة الخمسة مربع تحت واثنين فوق رقم ستة باملة اثنين تحت وباملة واحد فوق طيب انا وقفت كده لقيت خط اللي هو واحد التكسير بالتالي اعمل ايه تاني كمان مرة كده الفضاء يبقى عكسه ايه مليان ادي واحد اثنين تلاتة ادي تلات علامات التلات علامات دول نسي نحط الرقم هنا عشان تبقى الدينية كمان مزبوطة ادي اربعة بعد الاربعة خمسة بعد الخمسة ستة اديتني هنا رقم كام ابص عليها كده تحت اتنين فوق تلاتة تحت اتنين فوق تلاتة اللي هي الفتلة رقم تلاتة اللي احنا قلنا دلوقتي تاني بديني ستة وبعد كده خمسة وبعد كده اربعة وبعد كده تلاتة الفتلة رقم تلاتة تليها الفتلة رقم اربعة الفتلة رقم اربعة. بعدها الفتلة رقم خمسة. اخر اتنين. وفضلت علامة حطيتها تحت. ادي تلاتة. بعد التلاتة اربعة. بعد الاربعة خمسة. اداني خط وحد التكسير. يبقى تاني برضك الفاضي عكسه. مليان. كل ده انا ماشي في اتجاه خط المبرض. هملة المربع الفاضي عكسه مليان تانية. ادتني الفتلة التانية. اللي بيها بعرفها من المبرض الاصلي. ان انا اسيب علامة واملة اتنين. اسيب علامة هي. واملة اتنين. واملة تلاتة. يبقى سبت علامة ومليان تفدت من الفتلة رقم اتنين. هعمل بعدها الفتلة رقم كام? تمام? تلاتة. صح اهو. وبعد تلاتة املة الفتلة رقم اربعة. يبقى بعد التلاتة اربعة. لو انا بصيت في النهاية كده. هلاقي التقرار بتاعي خلص. واخر تلات مربعات في بداية التقرار الجديد فاضيين. اللي هو مقابلهم اول تلات مربعات في التصميم الاصلي لو انا بصيت بقى عشان احنا قلنا المبرد المقصر هو تكسير للمبرد العادي اللي احنا خدناه في صف الاولاني هنلاقي الخط المبرد دي ماشي بمن الزاوية 45 وبعد كده بدأ من تحت 45 وبعد كده بدأ من تحت وهكذا وهكذا الماشي مبرد ماشي الاعلى ماشي الاعلى بس المبرد مش ماشي كله في اتجاه واحد فالمبرد بتاعي تكسيره في الاتجاه وعرفت من ده ان هو ماشي دايما بالزاوية الاعلى من 45 انتهت بالفتلة رقم اربعة يبقى انا خلصت مساح التكراري اللي هو تلاتة في ستة بطمنتاشر في ستة لحماب محتاج اعمل اللقش تلاتة وتلاتة مجموعة ستة يبقى انا محتاج ستة درقات الستة درقات هاجب بساطة جدا هقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ادي الستة بتوعهم هاي دي الستة درقات هامشي برضك بسهول الرقم اللي انا حطيته سهل لعملية اللقاء يبقى الفتلة دي رقم واحد درقاء الاولى التانية التالتة ستة رقمها ستة اولى يبقى ده اختلاف اول اتنين ده اختلاف تاني طب جبت الحركات الاصلية منين من المبرض الاصلي واللي دي تاني هنا رقمها يشبه نفس الرقم بنفس الحركة ولذلك انا ماشي بنفس الترتيب طب اللي بعدها رقم كام خمسة اللي بعدها ستة تالية الفتلة رقم واحد رقم اربعة خمسة ستة تلاتة اربعة خمسة تمام اتنين تلاتة اربعة يبقى انا كده اللقى بتاعي خد الست درقات اهم اللي هو انا طلعتهم من المبرض من يا اولاد يا ابنائي الاعزاء من المبرض الاصلي عشان ما تهشب ان المبرض الاصلي اللي ستة درقات بيديني الست درقات بتوعي بناء على العادل الاختلافات اللي خدتها من المبرض الاصلي لان المبرض المقصر خد نفس الحرقات بنفس الارقام للمبرض بتاعي طب لما جي اعمل انا عندي روباط الدوس روباط الدوس يبقى انا محتاج ست دوسات ادي ست دوسات هياخد الدرقة الاولى بالدرقة الاولى يبقى انا محتاج هنا واحد اتنين تلاتة وبالتالي هنا واحد اتنين تلاتة بطلع مربع واحد يبقى ده اللي انا برسمه روباط الدوس هيطلع هو المبرض pregunta الاصلي اللي انا قمت عليه بواحد التكسير المبرد تلاتة على تلاتة فبالتالي التصميم بتاعي اصبح واضح قمت بعمل اللأ ثم رباطي الدوس ولو انا بصنا على التمرين زي ما وكان مكتوب كده ارسم المبرد المكسر تلاتة على تلاتة وحدة تكسير تلاتة فتلة في اتجاه المبرد وهنا لما اتكلمنا عن اتجاه المبرد يعني الترتيب بتاعي ماشي بترتيب الارقام الحسابية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بأكد تاني ولما ينتهي الست هبدأ بتكرار جديد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لما نشوف التمرين اللي بعده مطلوب رسم مبرد مكسر تلاتة على تلاتة وحدة تكسير تلات لحمات اتجاه المبرد هنا اشتغلنا على اتجاه اللحمات يبقى احنا خدنا مبرد مكسر اتنين على اتنين واحدة تكسير اتنين فتلة خدنا مبرد مقصر ثلاثة على ثلاثة وحدة تكسير وحدة تكسير ثلاث فتل هنا وحدة تكسير عندي ثلاث لحمات يبقى انا بالتالي محتاج اعمل مبرد مقصر ثلاثة على ثلاثة وحدات التكسير بتاعتي لحمة يبقى انا بالتالي مفروض ان انا ارسم المبرد الاصلي بتاعي من اللحمة مش من السدى يعني اللحمة هي اللي بتتحرك فبالتالي هرسم التلاث مربعات التلاتة في تلاتة مجموحهم 6 التلاتة في 6 ب-18 بس هنا المساحة هتختلف لأن أنا هقصر لحمات يبقى أنا كلمة هقصر لحمات يعني أنا محتاج لحمات هي اللي بتزيد يبقى أنا الفتال عندي هتبقى سبتة اللي هي المبرد الأصل اللي هو 6 على 6 اللي هو 6 فتل و 6 لحمات هزود اللحمات وسبت الفتل يبقى أنا محتاج 6 فتل في 18 لحمة نرسلهم كده مع بعض التصميم بتاعنا محتاج 6 لحمات اه دي حددت 6 في 6 هقول اللحمة الاولى التانية التالتة الرابعة الخمسة الست اللحمة بتاعتي واحد اتنين تلات ادي اللحمة رقم واحد اللحمة رقم اتنين هنسيب مربع زي المبرد اللي بنرسمه وخدناه المبرد العادي البسيط اللي بنرسمه في الاتجاه بتاعنا ده كده مبرد مقصر من اللحمة اللي هو المبرد من اللحمة الطبيعي العادي بس هقصره لحمات يبقى انا هنا كده الفتل بتاعت دي هتثبت واللحمات هي اللي هتزيد يبقى انا محتاج اجمع تاني 3 و 3 هنقول 6 كمان مرة هو وهنقول 1 تكسير 3 يبقى انا محتاج 18 لحمة فبالتالي هسبت الفتل تمام وزود اللحمات طيب انا محتاج 18 هنعد من عندنا من هنا كده اه دي 5 كاملينهم اه دي 5 كاملين يبقى 5 10 15 16 17 18 ومحتاج ازود هنا المربع عشان يديني ال 6 لحمات بتوعي طيب طيب حددنا كده 18 6 في 18 6 في 18 ال 6 في 18 مطلوب تاني اعمل ايه؟ هنعد كم؟ اه 3 كل 3 برضك اخد خط اتفقنا ان واحد تكسير للمبرد كل 3 اخد خط 1 2 3 واخد خط 1 2 3 واخد خط هو ده اللي يخلي الدنيا معي سهلة 1 2 3 واخد خط 1 2 3 واخد خط فضل عندي 1 2 3 لما اجا عدي وحدات تكسير 1 2 3 4 5 6 يبقى انا عندي فعلا 6 وحدات تكسير ال 6 وحدات تكسير بتوعي 3 في 6 ب 18 وهنمشي اللحمات بتاعتنا بترتبها العادي طيب الترتيب اللي هو ماشي في الاتجاه هناخد الفتل اللحمة لرقم كام؟ طيب اللحمة لرقم 1 في المبرد الاصلي بتقول فقه كام؟ 1 2 3 حملة اول 3 مربعات 1 2 3 طيب اللحمة اللي بعدية اسيب واحدة واخد 3 اللحمة اللي بعدية اسيب اتنين واخد 3 يبقى انا هنا كده رسمت اللحمة الاولى والتانية والتالتة الارقام عندي هنا لا تعني بالنسبة لي مشكلة لكن بتحدد لي انا واقف عندي اللحمة رقم كام؟ لكن بالنسبة اللي هي السيدة كنا لازم نعمل ارقام لان اللي بتاعنا بيجي على عدد الرقم او الرقم او نوع الرقم الموجود على نوع الدرة طيب لقيت خطه قدامي طيب احنا اتفقنا قدم الخط يبقى الفاضي عكسه مليان دي بقى اهم لأول مربع وتاني مربع والمربع الاخير لما جا بص عليها برضك في الترتيب هتديني اللحمة رقم كام؟ ستة هدي اللحمة رقم ستة طب بعد الستة كام؟ واحد يبقى واحد اتنين تلاتة التلاتة اللي انا جبتهم دول جبتهم منين من المبرد الاصلي من المبرد الاصلي هدي اللحمة رقم واحد يبقى بعد الستة واحد واحد بتقول واحد اتنين تلاتة طب اللحمة رقم اتنين اسيب مربع واملى واحد اتنين تلاتة. هنا عندي خط جرس. جرس بيقول لي اوقف خلي بالك انت بدأت واحد تكسيري جديدة. تمام. هنعمل ايه? نملل فاضي عكسه مليان. يبقى لكن الخط ده دايما بمثابة انزار بيحدد لي ويعرفني ان انا هبدأ واحد تكسيري جديدة. انا خدنا اللحمة رقم واحد بعدها اللحمة رقم اتنين. طيب اللحمة دي رقم كام? هي اول علامة واخر علامتين. ادي اول علامة واخر علامتين. يبقى دي رقم كام خمسة? الخمسة تليها ستة. ستة اللي هو اول مربعين واخر مربع. الستة تليها واحد. التقرار الجديد. ادي الستة تليها واحد. عندي جرس تاني بحدد وبقول وبنبه تاني. وحد التكسير هتمشي معايا سهلة جدا وبسيطة جدا مدام الخطوات بتاعتي مشي بنفس الترتيب وبسهولة. الفاضي عكسه مليان? مالية الفاضي عكسه مليان. لو انا محتاج اكتب هنا الارقام ادي ستة ادي واحد. مالية الاربع مربعات الاخر دول. لما بص على اخر ثلاث مربعات دي اللحمة رقم اربعة. اللحمة رقم اربعة هتاليها اللحمة رقم خمسة. اول مربع واخر اتنين. تاليها اللحمة رقم ستة. اخر مربع واول مربعين. يبقى واحد. اخر لحمة خدناها. اديتني هنا رقم اربعة. حطيت اربعة. بعد الاربعة خمسة وبعد الخمسة ستة. اظن الخطوات كده سهلة جدا وبسيطة هي نفس الوحدة بتاعة التكسير بتاعة الفتل ولكن انا شغال لحمة فبالتالي شغال في اتجاه السداء. لان التكسير بتاعة عدد اللحمات. عندي خط موجود يبقى الفاضي عكسه مليان. تلتة علامات بتوعيهم. لما اجاب بص تلتة علامات دول مربعين فضيين وتلاتة مليانين. مربعين فضيين تلاتة تلاتة تليها رقم اربعة. بعد تلاتة تليها اربعة. طب وبعد الاربعة تليها خمسة. اول مربع واخر مربعين. اداني برضا الجرس. اداني انذار. نبهني. قال لي فيه خط واحدة التكسير. الفاضي هيبقى عكسه مليان. الفاضي عكسه مليان. الفاضي عكسه مليان. المربع الاولاني فاضي وتلاتة مليانين. مربع فاضي وتلاتة مليانين دي اللحمة رقم اتنين. اللحمة رقم اتنين يبقى تليها اللحمة رقم تلاتة. وبعد اللحمة رقم تلاتة اللحمة رقم اربعة. وبكده لو انا بصيت في النهاية هنا هلاقي اخر تلات مربعات فاضيين هم اول تلات مربعات مليانين. يبقى بالتالي التكرار بتاعي سليم. يبقى انا كده التكسير بتاعي مزبوط. فبالتالي انا محتاج عندي ست درقات لان المبرد بتاعي المبرد بتاعي ده المقصر من اللحمة لقيه على الصف. فبالتالي رباط الدوس هيطلع نفس التصميم مدام اللقي على الصف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي الستة وبنعمل طبعا فاصل ما بين التصميم واللقي عشان ما يلزقش ببعضه عشان مساحة الورقة بس فقط وكده رباط الدوس عندي هنا هيبقى رباط الدوس طبعا ما بنكتبش ده في الامتحان ونقوله رباط الدوس نفس التصميم لا هو رباط الدوس نفس التصميم احنا بنحاول نسايل عشان هو يبقى هو هو نفس التصميم بدلا ما نقلو ناخد تمرين تاني ونحلو مع بعض عشان تبقى الامور بالنسبة لنا واضحة يبقى احنا رسمنا كده مبرد مقصر تلاتة على تلاتة وحدة التكسير وحدة تكسير تلات فتل تلات لحمات وده يبقى مقصر في اتجاه السداء بعد اللحمات تلاتة اللي يبقى على الصف رباط الدوس نفس التصميم نشوف التمرين اللي بعده زي ما هظهر قدام حضراتكم كده ارسم المبرد المقصر الناتج من استخدام مبرد تلاتة على تلاتة وحدة تكسير تلات فتل عكس اتجاه اتجاه المبرد هنا لازم افكر وارى المثال كويس هل هو مقصر فتل هل هو مقصر لحمات هل هو ماشي في اتجاه المبرد او ماشي عكس اتجاه المبرد مهم جدا ان انا ارى ده لاني ممكن احل التمرين وبعد ما احله على ايه ماشي في اتجاه هو مدون العكس او العكس بقول لي ماشي في العكس وانا اعملته في الاتجاه فبالتالي مهم جدا ان انا ارى المثال كويس عشان مجرد تركيزي في بداية السؤال هو اللي بيسهل جدا جدا طريقة الحل وبيخلي التمرين بالنسبة لي سهل وبسيط وممكن احله بسهولة يبقى نقول تاني مع بعض كده ابناء الطلبة والطالبات ارسم المبرد المقصر الناتج من استخدام مبرد تلاتة على تلاتة واحدة تكسير تلات فتل عكس عكس اتجاه المبرد ادم قال لي عكس اتجاه المبرد يبقى انا عندي شغل تاني مختلف هنمشي عكس الاتجاه بتاع المبرد كلمة نمشي عكس اتجاه المبرد محتاج الاول لو مقصر فتل تمام ادم مقصر فتل هرسم المبرد بتاعي الاول وبعد ما ارسم المبرد بتاعي نتكلم عن التكسير المبرد بتاعي كم في كام? تلاتة وتلاتة ستة تلاتة في ستة بكام? بطمانتاشر. قبل ان انا ارسم المورد الاصلي بتاعي. اللي هو مساحة كم في كم تاني كده مع بعض? اللي هو مساحة ستة في ستة. ادي خمسة. ستة. وادي الست. طب هو مقصر فتل. مقصر فتل. كلمة مقصر فتل يبقى انا هرسمه من الس دا. واحد. اتنين. هذا الفتلة رقم اتنين. الفتلة رقم تلاتة. الفتلة رقم اربعة. الفتلة رقم خمسة. علامتين فوق علامة تحمل. الفتلة رقم ستة علامة فوق واتنين تحم. يبقى الفتلة واحد. اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طيب انا محتاج المورد بتاعي. محتاج كام? ستة فتل. المبرد الاصلي. ستة في ستة. رسمت المبرد ستة في ستة. تمام. طب واحد تكسير بتاعتي كام? تلاتة وتلاتة مجموحها ستة. تلاتة في ستة بكام? بطمانتاشر. يبقى انا محتاج تمنتاشر فتلة. محتاج تمنتاشر فتلة. وكم لحمة? ست لحمات. تعالي نعد كده ست لحمات مع بعض. هدي الاول خمسة عشرة خمستاشر ستاشر سبعتاشر. هدي نحدد تمنتاشر فتل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي الست. ادي الست لحمات. طيب مشينا بالقاعدة الاسية زي ما هي? تلاتة وتلاتة ستة وتلاتة في ستة بتمنتاشر. هنعمل ايه بعد ما حديدنا التمنتاشر هنقسمها للايه? تماما انا سمع هو? صح كده تماما. هنقسمها الى تلاتات. ادي تلاتة. وادي تلاتة. اللي هو واحدة تكسير. وادي تلاتة. وادي تلاتة. وادي تلاتة. اتفقنا عشان نعرف انا صح والله قلت من قبل مرسم. عندي كم واحدة تكسير ستة? نعدهم مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ادي ستة وحدات تكسير. هو قال لي امشي عكس الاتجاه. كلمة عكس الاتجاه هكتب كده قدامكم يا ابنائي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لما يبتدي التقرار يتقرر تاني يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ازا مشيت في الاتجاه ده يبقى انا ماشي في اتجاه المبرد. ماشي في اتجاه المبرد. طب لو مشيت في الاتجاه ده يبقى انا ماشي عكس اتجاه المبرد. يبقى الخطوات واحد اتنين تلاتة تلية الفاتلة اولى تلية تانية تلية تلتة يبقى انا ماشي في اتجاه المبرد. طب لو اديتني خمسة همشي اربعة. طب اربعة تديني تلاتة. طب لو اديتني ستة همشي خمسة. طب لو خمسة تدين اربعة. طب لو اربعة تدينها. طب لو انا عملتي واحد. يبقى الواحد تليها كام? ستة. ما دمت انا ماشي عكس عكس العدد. عكس الاتجاه لخط المبرد. عكس الاتجاه لخط المبرد. طب الفتلة الاولى بتاعتي هاخدها دي الاساس اللي بحطها الفتلة الاولى الاول. احط الفتلة الاولى عندي هنا كده. يبقى واحد فوق اول تلات علامات. دي الفتلة رقم واحد. دي الفتلة رقم واحد. ادي الاولى هي. طب الاولى انا ماشي في الاتجاه هيبقى واحد اتنين. طب انا ماشي عكس الاتجاه يبقى واحد ثم تليها الفتلة رقم كام? ستة. طب الستة هنا بتقول ايه? ام للمربع اتنين تحت والمربع الاخرين. ادي ستة. طب وبعد الستة تليها كام? انا سمع كده كام? واحد لا غلط. بعد الستة انا ماشي عكس الاتجاه المبرك. تبقى كام? خمسة. يبقى ستة ما ما بيجيش بعدها واحد. تيجي بعدها واحد لو انا ماشي في اتجاه المبرد. لكن ماشي في اتجاه المبرد انا اخدت الاول. بعد الاولى ستة. اديتني ستة. بعد الستة تبقى كام? خمسة. طب الخمسة دي مربع مليان. المربع الاول مليان. خمسة هي. واخر مربعين مليانين. اخر مربعين مليانين. يبقى واحد. ستة خمسة. اداني انظار. اداني خلي بالك انتبه جرس موجود الفاضي هيبع عكسه مليان. الفاضي بعكسه مليان نملى رقم كام? ها? مليان الفاضي عكسه مليان. اديت من رقم كام? نبص كده. سبت واحدة وماليت كام? تلاتة. سبت واحدة وماليت. يبقى دي رقم كام? اتنين. اتنين. لو خدنا بالنا وافتقرنا كانت المرة فاكرة بيدينا رقم ستة لو انا ماشي في اتجاه المرة. طب اتنين. هتليها كام? هتقولي التلاتة. لا اقول لك تلاتة غلط. اقول لك تلاتة غلط. لا اتنين. لو انا ماشي اتنين هتبقى بعدها واحد. يبقى انا كني برجع للخلف مش ماشي في الاتجاه بتاع السليم. يبقى انا ماشي عكس الاتجاه تاني بأكد اهو. ماشي عكس اتجاه الدتني اتنين. يبقى الاتنين بعدها هتيجي رقم واحد. جبت رقم واحد منين من المبرد الاصل بتاعي ادي رقم واحد طب واحد تليها كام تليها ستة طب ستة دي اللي هو باملى اول مربعين واخر مربع اول مربعين واخر مربع ادي ستة يبقى انا تاني كده اول ما لقيت الخط اديت الفاضي عملت الفاضي مليان اديت انا رقم اتنين اللي اتنين تليها واحد تاني عشان اقول عكس الاتجاه عشان ابنانا دايما بيطلغباته في كلمة عكس الاتجاه طول اتنين بعد الاتنين تلاتة او بعد الواحد بعد الواحد اتنين لأ انا ماشي العكس يبقى اتنين وبعد الاتنين واحد وبعد الواحد ستة لقيت خط يبقى الفاضي عكسه مليان الفاضي عكسه مليان سبت كم مربع من اسفل اتنين هدي اتنين فاضينهم طب دي بقى دي رقم كام تلاتة دي الفاتلة رقم تلاتة طب الفتلة رقم تلاتة. تليها الفتلة رقم كام? تليها الفتلة رقم كام? اتنين? يبقى اتنين. بنزل للمبرد العكس. يبقى رقم اتنين ايه. طب وبعد الاتنين تديني كام? واحد. بعد الاتنين واحد. يبقى تاني كده. ادتني ستة. ليت خط التكسير. ملكة الفاضي عكس ومليان ا transparen اتنى رقم تلاتة بعد التلاتة انا ماشي العكس يبقى اتنين بعد الاتنين دايما يبقى واحد اداني خط وحدة التكسير بنقول نملة الفاضي عكسه مليان الفاضي عكسه مليان ادي تلات مربعات طيب انا سايب كام تلاتة وما لي تلاتة سايب تلاتة وما لي تلاتة الفتلة دي رقم اربعة قدما عملت الفتلة رقم اربعة. بداية واحدة تكسير. يبقى بعد الاربعة تديني كام? خمسة? لا يبقى غلط. خمسة يبقى انا ماشي في الاتجاه. لا بعد الاربعة انا ماشي العكس. بعد الاربعة يبقى? تلاتة. المبرد بيمشي بينخفض الى اسفل. التلاتة. طب وبعد التلاتة يبقى اتنين. ادي اتنين. الفتلة رقم اتنين. انا كده ماشي مصبوط. يبقى اربعة تلاتة اتنين. يبقى انا لو بصيت على الرقم البداية واحد. ستة خمسة. ادي اتنين. يبقى اتنين واحد ستة. ادي اتنين تلاتة. يبقى تلاتة اتنين واحد. ادي اتن اربعة. يبقى اربعة تلاتة اتنين. كله ماشي عكس الاتجاه. لو جيت واحد وعملت علامة او فتلة في الاتجاه وهي ماشي في العكس مش هتديني التركيب النسج بتاعي المصبوط. ويبقى الفاضي عكس ومليان لما اجاب بص على الفاضي عكس ومليان هتبقى الفاتلة دي رقم كام في التمرين الاصلي رقم خمسة رقم خمسة طي بعد الخمسة ناخد كام انا ماشي العكس يبقى اربعة وبعد الاربعة يبقى تلاتة طب انا كتبت ارقام ممكن اكتب ارقام وحل لكن انا بفضل ان انا احل والرقم الموجود قدامي امشي بترتيبه زي ما موجود عشان ما استعجلش واتلغبط يبقى انا بالتالي ادي الرابعة وبعد الرابعة هعمل التالتة وبياخد الكلام ده من التصميم الاصلي الموجود امام حضرتكم يبقى دي تلاتة الفاتلة رقم تلاتة سيب اتنين يبقى انا كده ماشي مصبوط اداني خط واحد التكسير يبقى الفاضي عكسه مليان ادي واحد اتنين ادي تلاتة كده العلامة دي مش مصبوطة بقت غلط اه لان انا ملت مربع واصاد وعلامة هل انا اقاصد اه فعلا انا اقاصد ليه لان ساعات نملى علامة ويبان لابناء الطلب وطلبات ان انا صح لا كلمة املى علامة يبقى املى اصاد الفاضي بس يبقى المربع الفاضي ده واحد ادي اتنين واخر مربع ده هو اللي فاضي لكن ده اصاد وعلامة يبقى ده ما ينفعش يتميلي يبقى بالتالي العلامة دي ما ينفعش تتحط يبقى العلامة دي مش موجودة عشان اصادها علامة عندي يبقى ده خطأ فبالتالي مش هتطلع التصميم بتاعي مزبوط لمجرد ان انا مليت علامة اصاد علامة طيب بعد كده اديتني الفاتلة رقم كاملة وانا بصيت كده لقى الفاتلة رقم ستة الفاتلة رقم ستة تليها الفاتلة رقم خمسة المربع الاول واخر مربعين ادي المربع الاول واخر مربعين بعد كده الفاتلة رقم خمسة تليها الفاتلة رقم اربعة اربعة اللي هو واحد اتنين تلاتة يطلع عندي في النهاية هنا تلت مربعات فاضين فبالتالي تلت مربعات فاضين قصادهم هنا المليار يبقى انا اربعة خمسة ستة الست فتل بتوعي دول هاحتاج اللي هم المبرد الاصلي الست درقات يبقى انا بكل رقم احط الرقم بتاعي دي الفتلة واحد دي الفتلة ستة خمسة اتنين واحد ستة تلاتة اتنين لو انا بصيت هلاقي لا يماشي بردك العكس نازل الى اسفل اربعة تلاتة اتنين خمسة اربعة تلاتة ستة خمسة اربعة فبالتالي انا حددت دلوقتي كده عدد درقات بتوعي بردك تلعو ست درقات يبقى ارباط الدوس بتاعي اللي هو التصميم الاصلي اللي موجود عندي التصميم الاصلي الموجود عندي اللي هو مبرد كم على كام تلاتة على تلاتة واحد اتنين تلاتة فوق تد تلات تحت تلات فتلة الاولى. ادي الفتلة التانية. ادي التالتة. ادي الفتلة الربعة. ادي الفتلة الخمسة والستة علامة وتحت اتنين اللي هم انا جبتوا رباط الدوس من اللاي وجبتهم من التصميم الاصلي اللي هو عدد الدرق بتاعه بيكون. هو نفس الاختلافات الاصلية للمبرد. جب انا لو وبصيت اعزاء الطلبة والطالبات المبرد الاصلي تاني عشان عكس الاتجاه هي اللي بتلقبت ابنائنا الطلبة عشان احنا وقدين على العد واحد اتنين تلاتة لانما يكون ماشي في الاتجاه يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خلط التصميم عندي ستة هبدأ بداية جديدة يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فبالتالي لو انا ماشي الاتجاه لو انا ماشي في الاتجاه يبقى انا ماشي واحد اتنين تلاتة بعد مزبوط طب لو انا ماشي عكس الاتجاه كلمة ماشي عكس الاتجاه يبقى لو انا ماشي عند واحد المبرد بتاع عند واحد ازا همشيت كده يبقى انا ماشي في الاتجاه لكن همشي العكس يبقى بعد الواحد يجي ستة وبعد الستة خمسة وبعد الخمسة اتنين وبعد الاتنين واحد وبالتالي اعزاء الطلبة والطالبات كده يبقى اه في حلقة النهاردة شرحنا وخدنا تمارين متعددة للمبرد المقصر وهو اه شغل المبرد العادي بتاعنا نحن تردسنا في سنة اولى. اه حضرتك وحضرتك اه ياريت التمارين اتنين تتاعة تلاتة اربعة الاربعة خمسة على خمسة نرسم التمرين ونعرف البداية زي النهاية نمشي بنفس المؤشر اللي احنا مشينا به بنحادي المساحة بنفس الترتيب نعمل واحد تكسير مهمة جدا جدا. ناخد بالنا في راية السؤال. اه وبكده ان شاء الله ان يكون وصلنا لحاية حلقتنا حلقة اليوم. نتمنى يا رب انها تكون حلقة مسمرة. وحضرتكم استفدتوا بيها. ان شاء الله نلقاكم مرة اخرى في حلقة قادمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. دمتم في رعاية الله وامني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.